موسم جديد من مبادرات الحل في اليمن وتحركات أكثر لخلق صيغة تهدئة تمهد لإيقاف الحرب هكذا تبدو تحركات الإدارة الأمريكية مؤخراً في الملف اليمني مصادر صحفية كشفت عن وساطة جديدة تقودها الولايات المتحدة لحل الأزمة اليمنية نهائياً بين مختلف الأطراف المتصارعة المصادر أفادت أن واشنطن تسعى مع سلطرة عمان وبدعم من الكويت إلى عقد اجتماعات موسعة لحل الأزمة برعاية أمريكية ستعقد خلال الفترة المقبلة ترى واشنطن في خطتها لإقرار السلام ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع ميليشيا الحوثي في مصقط وإدخال الملف اليمني ضمن أي مفاوضات قادمة مع طهران وهذا ما جرى خلال الفترة الماضية بين السعودية والحوثيين التحرك الأمريكي في الملف اليمني مؤخراً وضع عدة تساؤلات حول طبيعة نجاح المبادرة التي تقودها واشنطن خاصة وقد سبقتها العديد من المبادرات التي لم تغير شيئاً في المشهد خلال الفترة الماضية والتي كان من أهمها مبادرة كيري في العام 2016 التهديئة الأخيرة في عدن كانت مقدمة لهذه التحركات غير أن مراقبين يجدون أن جميع هذه المبادرات لا يمكن البناء عليها باعتبار أنها ستعمل على تأجيل أمد الصراع ولا إنهائه عودة إلى مرحلة المبادرات وتأويل الأزمة اليمنية أمام السمرار في الدوران بذات الحلقة المفرغة من وضع لا سلم ولا حل وهي دائرة لم يخرج منها اليمن منذ خمسة أعوام